المغامرة الجديدة ZFC يرسل ثلاثة لاعبين إلى البرتغال للاختبار في نادي فيتوريا بادر نادي ZFC بالإعلان عن سفر ثلاثة من لاعبيه في قطاع الناشئين إلى البرتغال لمدة عشرة أيام حيث سيخوضون اختبارات الانضمام إلى صفوف نادي فيتوريا البرتغالي تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية النادي لفتح الفرصة أمام المواهب الشابة في قطاع الناشئين لاختبار مهاراتهم في أحد أقوى الدوريات الأوروبية بعد أن يتم تأهيلهم فنياً وبدنياً وسلوكياً بشكل متميز وذلك من خلال عقد الشراكات مع أندية كبيرة لتوفير فرص المعايشة والتطوير اللاعبون الثلاثة المشاركون في اختبارات نادي فيتوريا البرتغالي هم عمر ياسر الذي انضم إلى أكاديمية ZFC في عام 2017 وانتقل إلى فريق الناشئين في عام 2020 ومحمد نجم حميدو الذي انضم إلى ZFC في يناير 2022 بعد تجربته مع نادي مصر المقاصة وأخيراً مروان محمود الذي انضم إلى ZFC بعد مسيرة مع نادي المقاولون العرب رئيس قطاع الناشئين في ZFC حمادة صدقي أشار إلى أن هذه الخطوة تؤكد نجاح استراتيجية النادي في بناء أقوى قاعدة للأعبين الناشئين في مصر من خلال جذب أفضل المواهب وتطويرها بواسطة مدربين محليين ودعمهم بخبرات أجنبية مما يجعلهم مؤهلين للانتقال إلى الدوريات الأوروبية القوية تأتي هذه الخطوة بعد نجاحات سابقة حيث انضم عمر خضر إلى أستون فيلا ومحمد هيثم إلى فيتوريا دي جي ميريش بهذه الخطوة يستمر ZFC في تقديم اللاعبين الشباب فرصاً جديدة لاختبار مهاراتهم والانتقال إلى المستوى الاحترافي في الدوريات الأوروبية المرموقة